موسيقى سنت التشريعات والقوانين الدولية قواعد وأسس لإدارة أي حرب قد تنشب بين المجتمعات والشعوب وجرمت كل من يتعدى عليها وذلك لضمان سلامة المدنيين والأبرياء والتخفيف عليهم من هول تلك الحروب هذه المفاهيم تجاوزتها ميليشيا للانقلاب أو أنها لم تدركها البتة فلا هي التزمت بالقوانين والتشريعات ولا بالأنظمة واللوائح الدولية ولا حتى بالأخلاقيات العامة للحروب ترجمة نانسي قنقر في الناحية الشمالية من مدينة تعز يقع حي البعرارة حي مترام الأطراف يشرف على عدة مواكع للتحكم والسيطرة بشمال المدينة وغربها ابتداء بموقع الدفاع الجوي غربا مرورا بشارع الأربعين وتلال حي الحصب جنوبا وانتهاء بمنطقة الزنوج وجبل جره شرقا هذه المفردات جعلت ميليشيا صالح والحوثي تركز أنظارها على الحي منذ الوهلة الأولى لاجتياح مدينة تعز صعدت هذا التوجه بشكل أكبر حين بدت بعض المواقع عصية على سيطرتها ولم تستطع الوصول إليها فسعت إلى إغلاق المنافذ الشمالية للمدينة بشكل كلي متبعة سياسة حصارها المعهود في أغلب مناطق المدينة كان معهم نقطة في مدخل مدينة النور يقودوا بعض البلاطقة من أتباعهم المتحوثين كأمثال الغمدان الحربي وبعض المتسلقين وكذلك في مدخل البعرارة أمام مصنع الشيباني الكيلو الطماط كنا نهرب وتهريب كان معنا أحد الأشخاص هنا في المنطقة نعطيه خمسمائة ريال قيمة الكيلو الطماط ونعطيه ألف ريال مقابل أن يوصل الكيلو الطماط إلينا والثلق أيضا قطعة الثلق يعني كنا نتمنى أمنية أن نحصل على قطعة الثلق من أجل نضعف الترمس ونشرب ماء بارد رحمة رحمة نعمل بنا أسبل ثلاثة سابع يوندي مطر نخمس الثقوف ونقحف المال التوانك تمام ونعيش ولعبوا أبسط من هذا الزفة اللي كانوا يقيني أصدقون إحنا الصلاة ما نقدش نخرج كنا نشقين نشقين قلوا هنغرفون ثلاثة دباب أربعة دباب قل ليه يبصر إحنا أن إحنا مساكن صح فائلين خير يمدوا لنا عانينا الحقيقة عانينا سنة يعني حوالي سبعة أشهر أو ثمانية أشهر معنا يعني ما حصار الشعب كحصار الشعب تماما منذ بداية شهر إبريل وحتى منتصف شهر مايو 2015 استمر الحصار الميليشياوي في هذا الحي حصار أدركت مؤخرا أنه لم يكن مجديا في تحقيق مآربها حينها ذهبت إلى اتباع سياسة التصعيد العسكري نشرت الدبابات في مواقع سيطرتها كالدفاع الجوي وسوق الزنقل ومدينة النور وشنت عملية قصف عشوائي بشكل مكثف على منازل المدنيين الذين قضوا جل حياتهم في بنائها خاصة الواقعة في الجهة الشرقية للحي محدثة فيها أضرار بالغة أنا قلت هنا وانا ولبقوا هالولا ذاك مش عارف إنه بو حرب يعني في مواقعات هنا بعدين يقين قنص للبيت من هنا كنزون قل قناصة أضطرين إن إحنا نقلس تحت وحتى الصلاة نصلينا وإحنا قلسين قنص للبيت يعني كان بأي وقت شو مننا شو قتل فوهة الدبابة ضربة بالقذيفة جهت البيت حقي تماما أنا كملت أتكلم مع زوجي والأطفال هنا قالسين واني أشوف الغبار من وراء البيت فطبعا قلت بلباس البيت قلت لهم القذيفة وصلها قنبل البيت الغبار الآن أقل عندي أول قذيفة استفتحوا بنا أخلا أخرب يشوف خلاص خارقنا من البيت ولا عشلنا شي الملابسة الداخلية وقوري جنب بيت الشيخ العادة ما دخلش البيت يعني لي أسبوع على ما نمت داخل البيت والحمد لله ما استمرش حتى أسبوع ولحد الآن عادة يدفع ويالت إنني قد دخلت البيت عادة زي ما انت شايفها للقمعمة مطروح والله يا بني عادة دخل بياني إنني حصبة قال قلقاني شفرشكا ولا قيلة التاقر وإني ضربه ضربه نسمكون لهم الحواجزة اللي داخل والمتبخ حقه لا كان بقلصانية والله التنور الفرن الكل ما ذنب المنزل ما ذنب الأطفال ما ذنب النساء ما ذنب الـ لكنهم لا يؤمنون بلغة غير لغة القتل غير لغة الدمار غير لغة التفقير يعني إرعاب الأطفال إرعاب النساء لا يهمهم أي شي هذه المليشيات مليشيات وحشية تلة عقلان أحد المواقع الهامة في شرق حي البعرارة إضافة إلى كونها حلقة الوصل بين الشمال الشرقي والغربي للمدينة عبر شارع الأربعين فضلا على اعتبارها بمثابة البوابة الغربية لجبل جرى الاستراتيجي لذا استماتت مليشيا الإنقلاب على السيطرة عليها وحشدت إلى محيطها كافة الإمكانات البشرية والعسكرية أملا في إسقاطها وإرضاقها لسيطرتها تبة مرتفعة كانوا يشتوا يسيطروا عليه علشان يخوفوا الناس يقلصوا الناس يعني علشان يكون مواقه لقبل جرى ويعتبر البوابة الأمامية لقبل جرى فالمليشيات الإنقلابية حرصت على السيطرة على هذا المكان حاولوا يضربوا عليه يعني النيران كثيفة كثيفة جدا يعني ما استطاعناش حتى يعني بالبداية نخرب من القنص والضرب استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة استخدمت فيه الدبابات بكثافة كان في الدفاع القوي دبابة وفي مدية النور دبابة وفي الزونقل دبابة وتضرب إلى هذا المكان بشكل هستيري وبشكل جنوني في النصف الثاني من شهر مايو 2015 وتحت غطاء ناري كثيف بدأت المليشيا عملية هجومية مباغتة على الموقع امتدت من صبيحة ذلك اليوم حتى اليوم الثاني عاش خلالها السكان تفاصيل أحداث مرعبة فكثافة النيران لم تسمح لهم بالنفاذ بأرواحهم وأطفالهم من محيط المكان قالوا يشتوا يتفاوضوا معنا من شان البيت يشتوا يطلعوا البيت هنا عندنا فقلنا العام يعني هذا من المستحيلات نحن البيت والتبة نحميها من أنفسنا ما يطلع فيها لا مقاومة ولا يحبثي قالوا خلاص نحن ذا ندي لكم معدار بأندي لكم الذخيرة بأندي لكم كذا وتحموها قلنا العام مشكورين ما يحتاجش أصروا فظهرنا العام أنهم مستحيل أنهم طلعين المكان هذا يعني المقصود من المكان هذا أنه استهدفوا قبل قراء قبل قراء هنا على مرمحة قرم هنا كل شيء واضح فيه فقالوا أنا إن شاء الله بكلنا نقيم وتفاوض معكم نشوف ما هو اللي يشكون الحل قلنا العام عساوي ويكون خير إن شاء الله طبعا من اليوم الثاني معقا وشوم قائلت القذائف حقهم بديت تدمير الأول ببيت عاصم ضربوا الأولى والثانية والثالثة هي تنحاها هي تنحاها بعد ضربوا البيت حقنا لحما أتنحا البيت حق عاصم ست سنوات وأنا أبنيها أولا بدأت بالحقر إشتريت الحقر والإسمنت وبدأت بالقواعد ثم بعد ذلك أخدت البلوك وبدأت وطرحتها فترة البلوك حتى يعني كنت أعمال قمعيات شهرية سنوية وكل سنة أبني قز كل سنة أبني قز لا أبني أنها أبني ومنع نفاق ديون والله النفاق عادة ثلاثمائة ألف ديون حق الناس زورته يطوش منه اختيعه وهو يطوش منه انا وعملوا قمعيات وتوالفوا ما سكنوش ما سكنوش وهذا مأساته عاده مأساها عاده ما دخلش البيت عاده يأسس البيت وتسلف من هنا وهذا ينديله قليل وهذا قليل علشان يطلع بيت والحمد لله طلع البيت لكن لم يتهنى به عاده حياتي إلى الصفر انتهى كل شي يعني التلفزيونات غرفة النوم كل شي انتهى يعني حصلوا احنا من الزنقل حصلوا احنا من الدفاع حصلوا احنا من شارع الاربعين يعني من جميع القهات ما كان معا لا قهة واحدة من جهة القبل قراء استطعنا انحنا نخرب ونهرب منه لانه استمر القصف من الساعة الرابعة عصرا حتى صلاة الفقر لم يتوقف حتى ثانية واحدة بدأوا بمنزلي حتى اسقطوه ثم انتقل القصف الى منزل والد بحوالي اربعين قذيفة الدبابة وكنا نظن ان المنزل سيسقط من كثافة الضرب عليه ايضا ضربوا الغرفة غرفة التحكم حق شركة ام تي ان حتى احرقوها ضربوا الغرفة التابعة لشركة سبأفون حتى احرقوها يعني استخدموا معنا اساليب وحشية لم ما قد حصلت يعني في التاريخ اسرة قاسم عقلان المكونة من ست عائلات تضم في اطارها اربعين طفلا وامرأة عاشت رعب ذلك اليوم بكل تفاصيله اجبرتهم كثافة النيران على الخروج من منازلهم الى العراء تعقد المشهد امامهم اكثر حين تبادر الى مسامعهم خبر سقوط الموقع بيد عناصر الميليشيا فقدومها اليهم سيكون في اي لحظة فجأة البيت مليان عوائل ما فيش كما يتدعو دواعش ما فيش حد عندنا احنا والوالد والنساء والاطفال فقدم اسمعني البيت خضائق نشوف الدخان الطاير التراب والدخان يعني البيت تقصف انسحبنا بالبيت طبعا كان الضرب يعني بقتل حنش شديد سريع انسحبنا بعدين شويا اتصل لنا واحد المشايخ قال الجماعة الخير يعوفوا منكم ضيبة البيت بالخطاء اجروا بيتكم يعني مش اصرح بالاسم يعني خليه. قلنا لو بيوقهاك يا شيخ؟ قال بيوقهي. رقعوا بيتكم آمنين ولا يقع عليكم شيء. احلام ساذقين صدقنا. رقعنا البيت. واول ما رقعنا البيت التخيل يعني كأنه يعني سمعوا خبر بأنه ما فيش احد يصيب. فقلونا رقعوا عشان استهدفكم مرة ثانية بطريقة افضل. اول ما رقعنا البيت كان ساعة عشرة بالليل. قصفوا علينا قصفوا يعني وكأنه ما قدش تخيل يعني. يعني هل الدبابة تقصد بالشكل بتضربه سريع يعني ما نش قادر دخل دخل. هل كان فيه اكثر من دبابة هل مفتهم ليش. المهم يعني انسحبنا مرة ثانية البيت. المهم خرجنا ما يعلم ببنى لا الله. ساحتنا لبت عبد المنعم نزلنا لبت بني ليند قلبا. قلسنا من احنا اثنين واربعين واحد بالصالحة قال عبد المنعم منا مساحها كاكدها. والقذائف فوقنا مثل المطر. الرصاص فوقنا مثل البعار للسقف. قلنا خلاص. قلنا نشرنا. ما عاركش خايف على نفسي خايف على ابن يوزوغي. قلت لا عيش اللي من الحوثة. عان هون الله قالوا لهم عبد المنعم اتصل كنو للمدينة. قالوا لهم اسحبوا ازحفوا. لا باب الفكوا. نحن نلاقيكم ما نقرش ننزل الان. ما هم زحفو الساعة ثلاثة. ونشروا. بقينا النسوان. قلت الله نشر النسوان. معا كنت خايف اللي عن النسوان. تخيل يعني كنا نتصل بهم يهمسوا همس. نقول لهم كيف حالكم. احنا في حال. مش قادرين يتكلموا لان الحوثي يقوسوا في الديار. يعني قد هم يتفحصوا هنا وهنا قد وصلوا. يعني انسحبنا احنا والحوثي وصل. يعني قلنا للنساء لا تخرجوش بالليال لألا يستهدفكم الحوثيين. خلوا الفقر يمبلج وتوكلوا على الله. اما فعلوا شوية ويلا قزعنا حافئين. قزعنا حافئين من بيتنا لا ودي القاضي. قزعها. استطاعت ميليشيا صالح والحوثي احكام قبضتها على الموقع. وحولته من تجمع سكاني مدني. الى منطقة عسكرية بحتة. حفرت الخنادق ونشرت القناصين. ووزعت حمم الموت على حي البعرارة بشكل خاص. وعمق المدينة بشكل عام. حصدت ارواح الكثير دون تمييز. واعاقت الاكثر بمشاهد تجردت فيها من كل القيم والاخلاق الانسانية. قابوا قناصات معدلات رشاشات. ترسوا في البيت. في الحوش هناك عند القاضي. لكننا ما استطاعش نام يقلبوا سلاح ثقيل هنا. لو كانوا قابوا سلاح ثقيل هنا. ما كنش بقي قبل القراء. قناصين كان قناص في اعلى المنزل هنا. قناص في الخندق اللي مقابل المنزل في تحت البودي هذا حقا دينا. وكان معهم قناص في بيت القاضي وقناص في التبه. الحياة عطلها هنا تماما. حتى انه كانوا يقنصوا الشائب. عقوز الشائب يمشي بالعصاء. قنصوا. واحد هنا قارنا اسمه هيوب العديني رحمه الله. اتى الى المنزل. بعد ان استأذر من احد المشرفين هنا في المنطقة المشرفين الحوثي قال له انه بيشل بطانيات وبيشل ثياب لانه نزح الى مكان ما فيه بوش اي اغرض للنوم. والسلام سمحوا له وعندما دخل اخذ الى اغراض حقه وخارج دقوه في القلب. دقوه في القدم. في القدم. وطرحوه ينزف من الصباح حتى بعد العصر. كان كل ما قدم واحد بيسعفه يقنصو عليه. والله كان موقف مؤلم جدا ومحزن جدا يعني. قلس الى اليوم الثاني ما سطعنا نسحبه. ما بوش بيت بتاعزه او بغير بتاعز مايش حزينة. هذا هذه امه مدرمين قبل لنا. وهذا الحرب او هذا التدمير او هذا القاتل او هذا موش الانسان يحكم. الحكم ان انت تحافظ على الارواح تحافظ على الاموال تحافظ على المنازل تحافظ على تبني دولة تبني مؤسسات تبني ثقة بالناس باك تبني ذاك. اما انك تدمر تخرب تقتل يعني تهلك الحرث والناس. هذا مش يعني انسان انه يحكم. هذا ميليشيات هذه غزو. لم تقف اثار العملية الهجومية لميليشيا الانقلاب على حي البعرارة عند حدود تلك الليلة. بل امتدت لتلاحقهم في مرافئ النزوح. وهم بلا مقومات الحياة. فلحظات النجاة بارواحهم لم تسعفهم لحمل ما يؤمن عيشهم بعيدا عن ديارهم. ليغدو هنا الوجع مضاعفا بشكل اكبر. الناس كلها بكروا يا الله رحيل. كله يعني نزوح. الناس نزوح من شيء. فيه نساء يصببوا. فيه نساء قتلوا. اطفال قتلوا قناصة استهدفوا. اثناء ما كان ينزحوا. اثناء ما كان ينزحوا الناس استهدفوا بقناصات. قتلوا من قتل. يعني اقوت التدمير الحياة. طبعا الحارة هذه ان تسمع اصوات عصافير تسمع في ناس في كم ما فيش ولا لا تسمعوا فيها يعني همسة ابدا. الحياة تبقى شبه موقفة. كان المنطقة معرضة بشكل يعني يومي. بشكل يومي القصف. اذا لم تكون هناك الدبابة يكون هناك مضاد الطيران. اذا لم يكن موجود مضاد الطيران يكون هناك سبعة وثلاثين. مدفع سبعة وثلاثين. المهم المعدلات الاثناشر سبعة معدلات اتبع ونصف. المعدلات الشيكي كان يعني بشكل يومي. لا يستطيع حتى الماشية تبشي من هنا. الا تقناص. تركنا كل شيء. والبدا تدمرها. والعشية والغرفة النوم والملابس والمعاني حاجة. كده خرجنا استلفنا ملابس من القيران. وليبسنا. والله انطلقنا الى القرية نازحين. قسم القرية كان ثماني شهر. كنا عززا في بيوتنا مساتير. والحمد لله. لكن روحنا الى اماكن. كنا نعتبرهم اهل. والحمد لله. وصبنا يعني بصدمات كبيرة. وان شاء الله ربي معا يعيد شالي النزوح علينا. واذا لا قدر الله. والحوثي رقع او استوطن على شيء. ما شروحش ولا شنزح مكان. سأظل صامد. واقاتل الحوثي واستشهد. تبعات مرور ميليشيا الانقلاب في حي البعرارة مثخنة بقصص الدمار والألم. تجلى ذلك بوضوح حين عاد السكان لتفقد ما افسدته آلة الحرب. عندها بدت الصدمة امامهم كبيرة. وهم يناظرون منازلهم مهدمة. والامتعة اما محروقة او منهوبة. لم يبقى لهم من مقومات الحياة شيء. دخلوا غرفتي ويعبثوا بين عبث. ما نشداري كيف العبث هذا. نهبوا. لا خلوا لي بطانية. لا خلوا لي فراش. لا خلوا لي سرير. لا خلوا لي دولاب. ما نشداري. انهم هم انهم قيراننا. ما نشداري المعز مش موجود داخل الم او حرق على احد افراد الاسرة. يا اما اخ يا اما اخت يا اما وما زلنا في هذه الطريق. هذه الجماعة لا تؤمن بسلم. هذه الجماعة لا تؤمن بحوار. هذه الجماعة لا تؤمن بغير لغة الحرب بغير لغة الدمار. هم من اخرقون من بيوتنا واخذوا حقوقنا وسلبوا كل شيء واخذوا حتى اطفالنا واخواننا وكل شيء وما زالوا في هذا السبيل. يعني ما ديرين اش اش المقصد من حقهم هذه الحروب. هم اذا كانوا يشتوا السلطة فالسلطة مطروح. يستلموا السلطة ويتحاوروا بكرسي وخلاص. وانتهى الامر. لكن هم اسلوبهم ومقصدهم من هذا الشيء كله القتل. كيف يعني يقتل اكثر عدد ممكن. يشتي في سيد الامة. يشتي يظهر نفسه انه على الامة سيد وانه لغير ماندرش ربيل خلط عز. قتل الناس ودمر بيوتهم. لغير ماندرش ربيل خلط عز لانه تعز لحمة مسمومة. كيف لو حكموا؟ ما تقدس يستوعب يعني. هذا انسان لا يستطيع ان يحكم ميليشيا تتصرف بحكم الميليشيا. ما فيش دولة. ما يفكروا ش بعقل الدولة نهائيا. يفكر بعقلية الميليشيا. ارشيف الدمار الميليشياوي في مدينة تعز عموما يتوافق في الاليات والادوات وغوغائية الافراد. ويختلف في حجم الدمار الذي تسببت به تلك الميليشيا. والضحية فيها الانسان بعرضه وروحه وماله. الفيديو اشتركوا في القناة